تواصل حكومة كاركوك المحلية وآلية تشكيلها والأجواء التي ولدت فيها تصدر المشهد الخلافي فيما ينتظر المختصمون نظر المحكمة الاتحادية بالدعوة المقدمة أمامها للبت بشرعية الحكومة المحلية من عدمها تتضارب التصريحات بين الفرقاء السياسيين حول المشاركة في إدارة كاركوك الجديدة من عدمها على اعتبار أن آلية الانتخاب التي جرت قلبة الموازين والتوقعات وبين المشاركة والمقاطعة لا تزال المواقف ثابتة للأطراف المعارضة اتفاقات سياسية ساهمت على ظهور هذه الكتلة التي مثلت تسعة أعضاء وشكلوا المحافظة وجرى تسمية محافظة ومن ثم رئيس مجلس لكن هناك الكتلة المعترضة ينتظرون النتيجة التي ستكون عليها المحكمة وإذا ردت فالأمور ستسير مثل ما هي سيبقى المحافظ في منصبه والمناصب الأخرى ستسير بل على المعترضين الجلوس إلى طاولة الحوار والذهاب إلى استلام المناصب التي خصصت ضمن الاتفاق السياسي لموجود المبرم وستسير الأمور بصورة كما هي أما الأنظار فهي تتجه صوب مجالس المحافظات لخدمة ورفاهية المواطن لا إلى شخصية تتسنم المنصب يقول أكاديميون إن الفاعل في معادلة المناصب ليست البرامج بقدر الشعارات التي أمالت كفة الناخب عاطفيا هذه المجالس يجب أن تنتخب على أساس البرامج وهذه البرامج يجب أن توضع من قبل ناس مختصين وعلى أساسها ينتخبون من أجل مصلحة الفرد والمجتمع بالتالي الصراعات التي تحصل حاليا في مجلس المحافظة هي صراعات بسبب أن الانتخابات حدثت على أساس الشعارات الخدمية وليست البرامج وأيضا المصالح فبالتالي أنا أعتقد أن على الحكومة المنتخبة حاليا والتي أخذت الشرعية من المجتمع أن تتدارك موقفها وتعمل وفق برامج تخدم الصالح العام لمدة أربع سنوات ويبدو أن أرويقة الحكومة المحلية في كاركوك لا تزال ماضية بين مسارين أحدهما يحمل لواء الخدمة والشراكة والآخر الاعتراض والاحتجاج حتى تفضل محكمة الاتحادية فيما هم فيه يختصمان من كاركوك مهندة ميمي قناة الرابعة اشتركوا في القناة